من ناجي الزهراء عليها السلام تنهل الرياحين هدها تحت هذا الشعار أقام جامعة الكفيل حفلا بهيجا للطالبات اللواتي يرتدين العباءة في الوسط الأكاديمي بمناسبة الذكرى العطرة لولادة الصديقة الكبرى عليها السلام ترعى العتبة العباسية المقدسة لاستفاليات كهذه لأنها ترى فيها أنها تسجل للمرأة في أن باستطاعتها أن تحقق أمرين الأمر الأول هو قصد الشارع المقدس في تحقيق كمال الستري والبعد عن الفتنة وتحقيق الذات الإنسانية في أنها استطاعت أن تحقق ذاتها وأن تعلو في مراكز التعلم والتعليم وأن تبني مؤسستها التي ستكون فيما بعد هي مؤسسة مشهود لها فضلا عن المؤسسة الأصل لتلك المرأة وهي الأسرة التي وراد لها أن تبنيها على وفق قيم وتحضر وثقافة تأبت جامعة الكفيل بمناسبة ذكرى ولادة الصديقة الطاهرة الزهراء البتول عليه السلام بتكريم الطالبات اللواتي يرتدين العباءة أثناء الدوام في كليات وأقسام جامعة الكفيل بهذه المناسبة الميمونة إذ أن الحجاب لا يتنافى تماما مع طلب العلم إذ حث ديننا الإسلامي الحنيف وحثوا الأنبياء والمرسلين بالإضافة إلى الأئمة الطاهرين على ضرورة الالتزام بالضوابط والقيم الأخلاقية وطلب العلم محفل تخللته فقرات عديدة تضمنت إلقاء قصائد شعرية ترنمت بحب السيدة الزهراء عليها السلام وفقرات رسم وخاط إلى جانب تكريم ما يقرب من ماءة طالبة ترتدي العباءة داخل الجامعة متخذات منها هوية لهم تقيم جامعة الكفيل حفلة لولاد السيدة الزهراء لما مالها من معالي مهمة لنستذكر بها فاطمة الزهراء عليها السلام وأفضل هدية نقدمها لفاطمة الزهراء عليها السلام هي التزامنا بالحجاب الكامل ونشكر دارة جامعة الكفيل على إقامة هذا الحفل المبارك لتشجيع الطالبات على الالتزام بالحجاب الكامل رسالة علمية وأخرى عقائدية تريد إيصالها جامعة الكفيل التي دابت على أحياء المناسبات الدينية وهي تحتفي بميلاد الزهراء عليها السلام وتكرم طالباتها وتقدم لهن الدعم المعنوي ليكون حافزا في مسيرتهن العلمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر